مشاهدين ومتابعين قناة GIS4وي أرحب بكم في هذا الفيديو الخاص في شرح جميع أدوات صندوق لـ 3D Analyst Tools في البداية هذا الفيديو مفيد جدا ومهم جدا لكل شخص مستوى متوسط في برامج الـ RGS محتوى هذا الدرس للمهتم في أن يصبح محلل في نظم المعلمات الجغرافية الـ GIS لهذا السبب الأفضل أن تكون خلصت المستوى الأساسي الـ Basic في برامج الـ RGS وأن تكون في معرفة نظرية كبيرة جدا في علم نظم المعلمات الجغرافي طبعا في عنا إحنا ملف إكسل في جميع الأدوات الموجودة في 3D Analyst Tools عدد الأدوات 119 أداة موجودات في هذا جدول الإكسل رح يتم تحميله على الإنترنت ومن ثم أي شخص يقدر ينزل أو يحصل على هذا الجدول الإكسل طبعا في اسم ومصاري الأداة في عنا صندوق الأدوات 3D بعدها مجموعة الأدوات اللي هي Tool Set بعدها اسم الأداة بالإضافة للوصف يعني كل أداة موجودة في الوصف تبعها طبعا هذا العدد الأدوات الموجودات في عنا 119 أداة في صندوق 3D Analyst Tools نقلق هذا الجدول الإكسل أيضا تم رفح شرح جميع هدول الأدوات على موقع GIS 4W ومن خلال متابعة هذا الفيديو يتم الفهم وشرح جميع الأدوات ونبدأ بالشرح عن صدوق الأدوات ومجموعة البيانات والأدوات من خلال موقع GIS 4W ثم الشرح العملي للفهم أكثر نذهب إلى متصفح جوجل ونكتب في البحث GIS 4W يظهر عندنا النتائج طبعا في عنا أكثر من طريقة للدخول للموقع طبعا هاي أول نتيجة اللي هي GIS 4W اسم الموقع هاي دخلنا هيك احنا على الموقع أو مثلا من خلال أي متصفح نقدر نكتب احنا هون GIS 4W.com هيك احنا دخلنا على الموقع موجود في دورة موجود في دورة مجنية على برامج الارك جي اس مبتدئ ومتوسط ومتقدم وفي عنا تنزيل برامج تدعم الـ GIS مثل الـ AutoCAD والـ QGIS والـ ArcGIS والـ Civil 3D أيضا في عنا الـ Arc Toolbox اللي هو موضوع الشرح في هذا القسم موجود جميع سنضيك الأدوات ومجموعة الأدوات بالإضافة للأدوات جميعا أيضا في عنا مقالات ودراسات في نظم المعلومات الجغرافية طبعا عشان نوصل لصندوق أو شرح صندوق أدوات الـ 3D Analyst Tools نضغط على هذا أول خيار بقاطينا شرح جميع الأدوات لكن عشان نروح على شرح صندوق الأدوات نقدر نقبس على الـ Arc Toolbox فوق بفتعلنا هذه الصفحة نقدر ننزل إلى الأسفل لحد ما نوصل لصندوق أدوات الثلاث الأبعاد هذه موجودة عنا هون أو مثلا من خلال آيكون تلبحت نقدر نكتب 3D Analyst Tools أو صندوق أدوات التحليل الثلاثي ويظهر عنا الخيارات يعني هاي لو كتبنا صندوق أدوات التحليل الثلاثي الأبعاد أو نكتب بالإنجليزي طبعا 3D Analyst Tools هاي ظهر عنا أول خيار في البحث صندوق أدوات التحليل الثلاثي الأبعاد نضغط عليه موجود في هذا المقال شرح كامل عن هذه الأدوات والمجموعات طبعا فينا احنا 11 مجموعة بيانات أو عفوا عنا 11 مجموعة أدوات لو رحنا على الارك ماب في عنا 3D Analyst Tools موجود 11 Tools مجموعة بيانات هذول الـ 11 مجموعة بيانات مشروحات في هذا المقال بالإضافة للصندوق كاملة يعني بمعنى أن أدوات تحليل الثلاثي الأبعاد طبعا بتوفر هذا الصندوق مجموعة من الأدوات للمعالجة الجغرافية التي تستطيع مجموعة متنوعة من عمليات التحليل والإدارة والتحويل على بيانات سطحية أو السطح يعني السيرفيس والبيانات المتجهة ثلاثة الأبعاد يعني في عنا طبقة Point أو Line أو Polygon بتكون هاي الأدوات بإدارة هذه الطبقات بالإضافة للبيانات النقاطية اللي هي الصور والخرائط ومخرجات أدوات التحليل اللي هي بتكون خاصة بالسطح بالسيرفيس مثل خرائط الميول والإنحضار وخطوط الكنتور وغيرها أيضاً بتوفر أدوات التحليل ثلاثة الأبعاد القدرة على إنشاء وتحليل بيانات السطح السيرفيس اللي هي بتعطينا الشكل الحقيقي للكرة الأرضية متمثلة في كثير أو عديد إلها عديد من التنصيقات طبعاً تنصيقات البيانات النقاطية المقصود في البيانات النقاطية اللي هي الراستر والتدريس والشبكات الشبكة الغير منتظمة المثلاثية التين والبيانات اللاس وأيضاً يمكن تحويل البيانات ثلاثية الأبعاد من مجموعة متنوعة غنية من التنصيقات الفورمات بما في ذلك بيانات الكلادة والرادار والسكتش أب والعديد من أنواع البيانات الأخرى طبعاً هاي أيضاً يوفرنا هذا الصندوق الأدوات تحليل علاقة هندسية في الشكل بين الطبقات وخصائص السمات المقصود في السمات يعني الاتريبيوت تيبل أيضاً نحن نستطيع بإستفياء البيانات يعني إقحام البيانات للبيانات النقاطية الراستر داتا ونماذج الشبكات الغير منتظمة المثلاثية اللي هي تين يقوم أيضاً بتحليل جميع خصائص السطح هذا بالنسبة للثري دي أما بالنسبة للمجموعات الأدوات الموجودة في الثري دي ثري دي فيتشر مقصود فيها يعني فيها أدوات بتقيم الخصائص الهندسية والعلاقات بين المعالم ثلاثية الأبعاد وأيضاً في عنا مجموعة أدوات خاصة خاصة بالسيتي انجين طبعاً نقدر إحنا نكون بإمكانيات أو بأدوات كثيرة دون الحاجة إلى تثبيت الإزري سيتي انجين أيضاً في عنا مجموعة أدوات للتحويل بين الطبقات وأيضاً في عنا إدارة البيانات ثلاثية الأبعاد ووظائف السطح أدوات بتكون بتقييم معلومات الارتفاع من الأسطح النقطية والتدريس والتين وأيضاً في عنا الراستر انتربوليش اللي هو الإقحام النقطي أشان نصير في عنا راستر داتا مستمر في عنا نوعين من البيانات الراستر داتا في عنا المستمرة والمتقطعة أشان نحصل على المستمرة نقوم باستخدام الأدوات الموجودة في هاي المجموعة طبعاً بالنسبة للبيانات النقطية راح يتم وضع رابط فيه شرح عن البيانات النقطية بشكل تفصيل جداً بالخلايا عشان نخرج ببيانات نقطية أفضل من الأصل طبعاً في عنا راستر ريكلاسيز يعني إعادة تصنيف البيانات نتمكن من إعادة تصنيف البيانات النقطية من خلال مجموعة أدوات وفي عنا السيرفيس اللي هي السطح أدوات بتوفر أو بتحنى تحديد خصائص السطح النقطي مثل الكنتور والانحضار والوجه والضلال والطلال في عنا مجموعة أدوات خاصة بالترانجوليتد سيرفيس يعني سطح المثلث عشان نفهم خصائص السطح أكثر وفي عنا آخر مجموعة أدوات اللي هي الفيزابيلتي اللي هي الرؤية يعني إحنا موجود بنقطة ألف بدي أنظر على نقطة با هل أستطيع الرؤية بشكل كامل من نقطة ألف لبا ولا في عنا هناك عوائق أو في عنا مصادر للعوائق بتمنعنا من الرؤية طبعا من خلال ميزات المراقب الميزات اللي هي مكسوطة فيها الفيتشار يعني بكون في عنا فيتشار خاصة بالنقاط المراقبة تشمل طبعا على الأسطح والمطابقات المتعددة طبعا مهمة جدا في تمثيل المباني والميزات الظواهر الجغرافية ثلاثية الأبعاد أما بالنسبة للأدوات هلأ أنا كيف بدي أفهم أو كيف بدي أقوم بشارح جميع الأدوات يعني مثلا في عنا أول مجموعة في عنا الأداء اللي اسمها Add-Z-Information يعني إضافة معلومات الارتفاع أو مثلا البفر 3D كيف أنا بدي أفهم هذول الأدوات لو دخلنا على Add-Z-Information موجود عنا هاي الأداء وهاي وصف الأداء فأنا برجع على الموقع برجع على الصفحة الرئيسية برجع أنا أكتب اسم الأداء من طريق البحث اللي هي Add-Z-Information نضغط على Enter ظهر عنا هذه الأداء أو مثلا لو روحنا على صفحة جديدة روحنا على الارت والبوكس على 3D هون موجود جميع الأدوات بقدر أنزل لتحت معابل ما أوصل هاي الأداء بس الأسرع أنه أنا أكون بكتابتها من خلال البحث بعد ما بحثنا عن هاي الأداء ندخل عليها موجود فيها معلومات عن وصف الأداء نضغط عليها موجود عندنا أول مدخل أو أول معامل وهي الثاني معامل وهي الثالث معامل منلاحظ أي معامل نضغط عليه موجود عندنا وصف إله بهاي الطريقة فإذا كانت معلوماتك في الإنجليزي ضعيفة أو جيدة جداً و بدك تفهمها باللغة العربية أكثر من خلال هذا الموقع أول خيار له Input Feature Class يعني ندخل المعالم أو الميزات الجغرافية المطلوب معالجتها الكلام الموجود عندنا هون هو نفسه موجود في الأداء أنا فقط قمت بترجمة اللغة الإنجليزية إلى العربية وهيك أنت بسهل عليك فهم جميع الأدوات نأخذ مثال آخر لتسهيل الفهم مثلا أنا في عندي في الراستر سيرفيس أنا بدأ أقوم بإنشاء خطوط كنتور ومش عارف كيف أستخدم هاي الأداء بكل بساطة برجع على الموقع وبكتب كنتور هاي بكتب في البحث كنتور نعمل انتر بيظهر عندنا جميع الخيارات الخاصة في الكنتور هاي في عنا الأداء إنشاء كنتور لو دخلنا عليها وروحنا على الصورة في عنا سبعة سبع معالم أو سبع معاملات لازم ندخلهم نرجع على أرك ماب هاي واحد واثنين وثلاث واربعة وخمسة وستة وسبعة أنا فقط أقوم بقراءة هذه المعلومات الموجودة وهيك أنا بصير أفهم كيف أكون بإنتاج خطوط كنتور طبقة خطية بتمثلنا خط الكنتور مثلا خيار الفاصل الكنتوري يعني كده يكون الفرق بين الخط والخط اللي هو الفاصل الكنتوري إذا أنا بدي أفهم شو المكصود فيه بروح على المقال بروح على رقم 3 المكصود بالفاصل الكنتوري اللي هو الفاصل أو المسافة بين خطوط الكنتور يمكن أن يكون هذا أي رقم موجب طبعا ما بينفع نحط رقم سالب أيضا في بداية المقال موجود عندنا التنقل السريع أنا بقدر مثلا أروح على أي معامل أو أي إدخال أو أي مدخل أنا لازم أدخله في الأداة وأضغط عليه مثلا عندنا نوع الكنتور رقم وستة إنه شو المكصود بنوع الكنتور أيضا روحنا على الصفحة الرئيسية كبالنهاية هذا الفيديو وروحنا على برنامج على دورة مستوى متوسط موجود عندنا هون دروس كثيرة عن أدوات التحليل فيه عندنا درس كامل وهو الدرس الرقم 9 موجود فيه شرح لجميع الأدوات هاي درس التاسع بدخل على هذا الدرس التاسع الخاص بشرح جميع أدوات الأناليس تولز شرح جميع أدوات الأناليس تولز موجود عندي جميع الأدوات هاي أول مجموعة مثلا فيه عند البفر 3D بقدر أضغط عليه بفر 3D بعطيني أو بنكون على الصفحة أو المقال الخاص بالبفر 3D وبقرأ جميع البيانات وبقدر هيك بقدر أفهم الأداء وبقدر أعرف كيف أستخدمها مثلا فيه عندنا مجموعة أخرى من الأدوات مثلا عندنا مجموعة أدوات إدارة البيانات فيه عندنا خاصة في مجموعة بيانات اللاس مثلا أو مثلا مجموعة بيانات التضريس أنا بدي أعرف كيف أضيف فئة الميزة طبعا فئة الميزة اللي هي اسم الطبقة يعني Add feature clause اللي هي كيف نضيف طبقة للتضريس بضغط عليها بفتح له هاي الأداء موجود عندنا واحد واثنين مدخلات رقم واحد ومدخلات رقم اثنين هي أما نفسهم تكون موجودة لو رهنا على على الارك ماب على الداتا مانجمنت وعلى مجموعة أدوات التضريس عندنا أول أداة هاي موجود عندنا باللغة الإنجليزية وانا تم الترجمتها للغة العربية إذا في نهاية هذا الفيديو احنا هيك عرفنا كيف نفهم جميع الأدوات وكيف نقدر نفهم وكيف نقدر نستخدم أي أداة داخل صندوق أدوات 3D Analyst Tools وان شاء الله الجميع يكون أخذ فكرة ولتطوير ذاته أكثر وأكثر بإمكان ان الاطلاع على هذا الموقع الغني كثيرا في المعلومات والبيانات عن الأدوات بتقدر تستعلم عن أي أداة موجودة مش بس بال3D Analyst Tools بأي أداة موجودة بأي صندوق أدوات الArc Toolbox يعني عندنا في الArc Toolbox موجود عندنا 19 صندوق أدوات تقدر تستعلم أو تفهم أي أداة من خلال الموقع الGIS 4W وشكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر